خلينا نروح هيك لنشوف اليوم حالة الطقص اليوم لسه لهلأ نحن عم نشعر بنسمات الدفئة وإن شاء الله هالشتوية تكون خفيفة علينا التوازي الظروف والمعيشية والاقتصادية اللي عم نعيشها. آمين خلينا ندقل مباشرة لأتصال هاتفي مع الأستاذ حسان الجردي لحتى نتعرف على أحوال الطقص. يسعد صباحك أستاذ؟ طبعا الخير يسعد صباحك هلا. أستاذ حسان تعودنا يعني كل سببت نتعرف من حضرتك كيف عم تكون درجات الحرارة بمحافظاتنا السورية وأحوال الطقص خبرنا أكثر هل رح يكون في مرتفعات أو منخفضات بالأيام الجاية؟ شكرا. بالنسبة لحالة طقص خلال 24 ساعة القادمة وحالة طقص خلال عيدة الأسوة بشكل عام لستعادة البلاد تحت امتداد تأثير ضعيف ضمن طفضة زيوم الصدفي عم يتراسق بثيارات رميئية بطبعات الجو العليا الحرارات عم الضلة أعلى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئة أولية والأجواء عم تكون خريطية معتدل لنوعا ما بين الصخوة والغائمة جسئيا بشكل عام مائل للبرود خلال ساعات الليل تحديدا بالمرتفعات الجبلية كما يحذر من تشكل الضباب بالمنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الشمالية خلال ساعات صباحة ذاكرة الرياء عم تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيفة ارتفاع الموج ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 25 درجة مئوية نهار بكرة درجات الحرارة في عليها ارتفاع بشكل تدريبي ومستمر خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثة بتصبح أعلى من المعدل نحو 3 إلى 5 درجات مئوية أيام الاثنين والثلاثة تكون زروة ارتفاع والأجواء بشكل عام عم تكون بين الصحوة والغائمة جسئيا كلها ساعات الليلة الأجواء عم تكون مائلة للبرودة أجواء عم تكون 6 مئة مغبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية الريح بشكل عام عم تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمزدة ممكن تكون عليها هباط نشيطة بعض الأكيان يوم أجل الآشاء تصير غبار بالمناطق اللي حكينا عنها تحتدام بالشرقية والبادية السورية تستمر معناه هذه الأجواء طيلة هذا الأسبوع بتعود الخرارات تصيب من أول وثلاثة نهار الأربعاء بتنين للإنقيطات ضد الله حول معدلات أو أعلى بالقليل والأجواء بين الصحوة والغائمة جزيلا بشكل عام تصير صبعي في لابد منذكرة نهار الخميس والأربعاء ليلان لحدث زخفات خفيفة من المطر مكان بالمرتفعات التاخلية بالمطقة التاخلية بأجزاء من المطقة السمالية الغربية والرياح بشكل عام لنهاية هذه الأسبوع بتكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدية يعني التغيرة تصير في خلال هذه الأسبوع عبارة عن أسبوع بتكون عام فأسبوع خريفي معتدل إلى أسبوع خريفي راح تكون في أجواء حارة نسبيا أيام الأسبوع والثلاثة بشكل خاص والأجواء السديمية المغضرة بظل مستمر معنا بالمناطق الشركية والبادية السورية أما بالنسبة للتحذيرات اللي نوجهها دائما خلال نشرات الصباحية نحذر من تشكل الضباط خلال بالإضافة إلى مرتفعات القلمون وجبل الشريخ والحرمون بالإضافة بالحذر من تدني مستوى الرؤية الأفوقية أيضا بالمناطق الشركية والبادية السورية نتيجة الأجواء السديمية المغضرة في هذه المناطق أما درجات الحرارة المتوقعة على دمنا العاصمة دمشق اليوم مانا وعشرين 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 المرتفعات الجبلية من طعش معناه سويداء ستة وعشرين أربطاش جرعة تسع وعشرين وستعشر المنطقة الوسطى حمس القمات مانا وعشرين أربطاش الحشك منطقة الجزيرة ستة وعشرين وانتناشر سرحة السورية العدية وتعطوس مانا وعشرين بسطاش بالشماء حلب وقدف سمع وعشرين أربطاش دير الزور الرقصة ومنطقة الشركية ثمانة وعشرين ثلاثتاش وأخيراً بالبادية السورية مدينة بيدمور ستة وعشرين أربطاش أكيد بالخطام بدنا نشكرك كتير الأستاذ حسان الجردي لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها شكراً إليك